في الجزائر ستتحدث بإذن الله تجربة جامعة محمد مضياء في التواصل مع البيئة الاقتصادية أهلاً وسهلاً بك دكتورة أمينا أهلاً بك أستاذ هل الصوت مالحة؟ لو تكرمت ترفع الصوت قليلاً؟ نعم هل الصوت لديك مالحة الآن؟ تمام تمام نعم تفضلي راح تشالكينا الشاشة؟ نعم الباوربونت عندك العضب ولا كيف؟ هل الشريحة واضحة الآن؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يالله بسم الله على وبركاته الله بدايةً بمتوجه بالشكر الجزيل لكافة القائمين على هذا المخيم جد مصورة بمشاركة معكم بسبب مديرة مكتب الرب الجامعة والمؤسسة الاقتصادية لجامعة محمد بوديه أنسية أهلاً سلام نعم إذن مداخلتي سأسعاد تقسيمها إلى قسمين على اسمين القسم الأول سأتناول فيه التعريف المكتب الرب الذي أنا أشعر منصب إدارته ثم في الشرق الثاني من مداخلتي سأسعاد التعريف بأهم مشروع تمت الدني على مستوى هذا المكتب والمتمثل في الكاف أو الدفتر المرجعي بين التكوين والوظيفة إذن أبدأ أولاً بالتعريف بمكتب الرب بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية المسمى بلو بمعنى برود للايزان إذن تم تنصيم بمكتب الرب بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي لأول مرة في تاريخ جامعة المسيلة وذلك منذ سنتين تم اعتماد هذا المكتب وذلك بالقرار من السيد المدير الجامعة هالشريحة تظهر معكم أستاذ؟ لا لسه لا يوجد عرض وسائلنا دقيقة فقط دقيقة فقط تمام والآن هالشريحة تظهر معكم ممكن التابعي أثناء محاولتك ما في أشكال لوصلتنا دكتور أمينا تابعي اذا تم تكفل هذا المكتب كما ذكرت بعديد المهام ويقوم بعديد الأنشطة وذلك على غير عرض التواصل مع أقربة المتخرجين القدامة من جامعة 5 سنة كذلك يختص مكتب الراقبين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية بمهمة القيام باستقصاءات العديد من الأعداد والتي يبينها متابعة خريجي الجامعة القدامة وتجري هذه الاستقصاءات يعني الهدف من هذه الاستقصاءات التي يقوم بها مكتب الراقبين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية في فترة متبينة بعد سنة أو سنتين تخرج الخريجي لكل دفعة الغرب من هذه المركات هو إجراء تحليل لمختلف مسارات تخريجي جامعة المسيلة مما يتيح إعداد تقارير لتوجيه الطلبة في اغتيار تخصصاتهم وتكهير قرار التكوين مع سوق العمل يعني جامعة المسيلات تتبع استراتيجية وذلك منذ سنة 2017 ضمن مخطط استراتيجي لجامعة المسيلة 2017-2022 نسعى من خلالها إلا انفتاح أكثر على البيئة الاقتصادية وعلى المحيط الاقتصادي والاجتماعي للجامعة كما يعتبر أيضاً مكتب الرب الذي يخد الفريق من المتصم في الإعلام الآلي بمعنى مهندسين في الإعلام الآلي وكذا مهندسين في الإحصاء أداةً لمساعدة على اتخاذ والقرار بمعنى التقارير التي يفعلها في العادة سنوياً إلى السيد المدير الجامعة وكذا ثلاثة القائمين على الستاف أو الوليوريسيتي تتمثل مهمة هذا المكتب في تقديم الاستشارة لمختلف مكونات أسرى الجنائية سواء طلباء استيلاء أو موظفين وذلك بشأن المسائل المتعلقة بالحقين من أجل التحسين مستمر للعديد من الجوانب المختلفة لنشاط الجامعة يتمثل أيضاً دكتورة أمينا الله يزيكم الخير إذا كان بإمكان يعني بث العرض فهو شيء جيد نعم لست أدري أين الإشكال أنا أحاق أضع على الشاشة فأنا لا أعرف لماذا لماذا لا تظهر معكم الشاشة شبيحة سواء طريق حتى الآن لا تظهر نعم هل سبحان معكم الآن؟ الآن بدأت الظهور نعم إن شاء الله نكبره بس دكتورة يرى تنكبر العرض نعم F5 أو على إشارة الكاس F5 ممكن تكبر العرض أيو نعم تمام نعم 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 على المؤسس الأكتصادية وعبارة عن أداة مساعدة على توجيه مبساة الجامعة والكيليات والمعاهد وكذلك لمسؤولا التدمينات ورؤساء الشعب والتخصصات إذاً تتمثل لمهمة مكتب الرئيس الأساسية في جمع المعلومات المتعلقة بإدماج جميع للخليجي الجامعة قداما وتحليلها لماذا خليجي الجامعة قداما ولي فقط تقدم توضيح في هذا الأشياء إذن جامعة المسئلة توراهم على إزدواجية السكوين يعني المعرفة التي تقدمها في السكوين المعرفة في مقابل المزوجة بين هذه المعرفة والمهار بمعنى الكفاءات المكتسبة في المسارة تصويت للخليجي أيضا إجراء الدراسات والاستعصاء تحول الإدماج المعني للخليجي الجامعة إجراء دراسات استقصائية تقيمية المؤسسة للمعرفة العمل أيضا نسعني خلال هذا المكتب يوم متابعة الإدماج المعني لخليجي الجامعة القدامة ومساعدة في دعم هذا الإدماج وتسهيله أيضا القيام بكافة النشاطات الرامية إلى موأمة أفضل بين التكوين وسوق العمل يعني مثل ما ذكرت هذا من أهدف الاستراتيجية لجامعة السلسلائية استعيقظ الإمكان لإحداث تلك الموأمة والتوافق ومعرفة العمل ومعرفة العمل أيضا نسعني خلال هذا المكتب والأنشيطة دائما له إذا تكوين قاعدة معلومات تخص خليجي جامعة المعرفة مثلا من ذنب الأنشيطة التي يراهم عليها مكتب الرب بين الجامعة والمؤسسة السلية أنه تم استئداث بلاتفورم بلاتفورم سميت بـ يعني الشبكة الخليجي الجامعة القدامة نسعني خلالها إلى خلق بانك معلومات لكافة خليجي جامعة المسيلة أيضا نسعني خلالها إلى تأمين المرافقة للطريب في مرحة لا بعد التخرج يعني هذا من الأحداث الاستراتيجية للجامعة أيضا من خلال هذه الهاتف التي تم اعتماد على المنصة الأرضية وجمع المعلومات حول طلبتنا في مرحة مبعات تأخذنات بس عن خلالها إلى فقط خلق بانك معلومات خاصة بطلبة وإنما أيضا إلى تحليل هذه الإحصائيات عندما نتابع الطلبة في مرحة مبعات تخرج نقوم بإجراء استقصاءات حول مثلا قطاعات للتوظيف التي ستستطيع بأكثر خليجينا في مقابل قطاعات التي لا تتوافق الـ ننظر للطريب على أساس أنه منتج ومن ثم ندرس جدوى التكوين الذي تقديمه الجامعة في مقابل استقطاع سوق العمل أيضا يتم إعداد استمارات على الخط وذلك في إطاءة استراتيجية الجامعة القائمة على سفر ورق كل شيء يتم عن طريق تقنية الخط حيث نقوم بإيداع استمارات يقوم طلبة بملئها عبر الخط وإرسالها إلينا وعبر هذه الاستماعات وهذا التواصل الدائم أيضا عبر الوابط الإلكترون لآخر مثلا متابعين خلال إشعالات الطلبة مشاكلهم التي واجهنا في سوق العمل نفع تقارير إلى الحيئات الوصية إلى البزارة الوصية إلى مدين التشغيل على المستوى المحلي وكذا أملا في التنصيل إلى البزارة الوصية على البزارة التشغيل والضمان الاجتماعي إذن هذا فيما يخص الشيق الأول المداخلتي المتعلق بالتعليم المكتب الرب الذي أشغله حاليا إدارته بصفتي متحصلة يعني على شهادة الدكتورة في حوكمة التنصيل أيضا ذيما نقطة استراتيجية جامعة سنة مثلما ذكرت إلى حوكمة التعليم العالي في الجامعة الجزائرية وتأخذ جامعة سنة يعني اليوم المبادرة ضعنا هذا الشيق أنتقل الآن إلى الشيق الثاني من المداخلة وهو الشيق المتعلق بالمبادرة التي تعتبر لحد الآن هي المبادرة الأولى من نوعها المساوي الجامعة الجزائرية الكفة وهي استحداث جامعة سنة لدفتر مرجعي خاص بالتوافق بين التكمين والوظيفة لأول مرة يتم استخدام هذا الدفتر الذي سميه لكف بمعنى لكفتر المرجعي التوافق تكمين والوظيفة بمعنى الدفتر المرجعي التوافق تكمين والوظيفة إذن يندرج الإقداد هذا المشروع أن المتطلبات تعزيز معلقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية والذي يتطلب توفر كم هائل من الوثائق التي تمكن من جهة الحصول على معلومات تساعد الشركة أو المؤسسة الاقتصادية على معرفة عروض التكوين وعروض التكوين نعني بها أي بمعنى التخصصات التي تقدمها الجامعة بشكل أفضل من أجل تكييفها معروض خطة التوظيف والتكوين المستمرة لديها وتمكن من جهة أخرى الجامعة من إلهار والتعريف بنشاطاتها بشكل ماضح كما تسمح أيضا بالأسعددة بمعنى الفوعل التي نعني عليها من خلال هذا المشروع هي أولا المؤسسة الاقتصادية أو الشركة ثانيا الجامعة ثانيا بالأستاذ بسببتها أهم من الفوعل التي لا بد من إدراجها من هذه الأستاذ من خلال إعداد عروض التكوين التي استماشى واحتياجات قطاع التجريب وفي هذا السياق قام الجامعة تمثيلة بعمل دقيق مع مؤسسات المنطقة نحن في إطار إيدادنا لهذا المشروع كانت بالتنسيق مع أهم المؤسسات الاقتصادية التي تنشط على مستوى إقليم وليت المسيلة وذلك على غيرام المقيمين في المنطقة يدركون أهم المؤسسات في القبرة التي تنشط على مستوى إقليم للولاية وذلك على غيرام حظ مالي على غيرام خارج أوسيم وغيرام المؤسسات وكذا بتنسيق مع السمواتات المختصة في بلاية وذلك على غيرام مثلما ذكت بلية التشغيل وكلا البلاية التشغيل وغيرها من المؤسسات وهو العمل الذي خلاص بالإنجاز مثلما ذكت دفتر مرجعي للتوافق بين التكنيون والوظيفة وهو دوكراف مثلما ذكعته سابقا حيث يحتوي هذا الدفتر على الوظائف والكفاءات المهنية التي ستطلبها المؤسسات المشرح فكرا المختصة نتعي مشروع هذا المشروع هو مقصب إلى ثلاث أجزاء الجزء الأول تم تخصيصه للتكوين التكوين من خلال اعتماد عديد بطاقات التعريب تسميها المشروع من خلال التعريف بكافة التخصصات التي تقدمها الجامعات المسي في الجزء الثاني وذلك من خلال ماذا تعريف هذه التخصصات وذلك المؤسسات الاقتصادية التي تتشغل على المساول الإقديم يعني معرفة أكبر بيعود تكوين التي تقدمها الجامعة هذا أول الشيخ الثاني من هذا المشروع هو متعلق الشيخ الأول هو المتعلق بالوظيفة وذلك من خلال إحصاء كافة الوظائف التي بإمكان خريف جامعة سمسيلة أو خريف أي تخصصات التي تقدمها جامعة سمسيلة من شغلها أقول كافة الوظائف وذلك استناده على المدونة الوطنية للمزارة التشغيل ما شو الله دكتورة بعد إذنك الله يزيكم الخير هل نترك مجال للمداخلات أم بتحب تغطي الوقت كامل؟ أسد أفضل أكمل المداخلات فيما بعد أفتح المدان للمونة معنا وقت ستة دقائق يعني هذول بينك وبين المداخلات لك الفرية تفضلي تفضلي ما في مشكلة الشيقة الثالث الشيقة الأول تكوين الشيقة الثاني الوظائف الشيقة الثالث من الوظائف بإسماء على المدونة الوزارة نعم نعم في الشيقة الثالث والشيقة متعلقة بالكفاءة المهنية كما ذكرنا الكفاءة المهنية أو المهارة أصبحت ضرورة من الواجب المزوجة بينها وبناءتكم هذا بالنسبة للملخص المشروع الذي تمدد تجامعة محمد بوغير ولكي لا أغطيت سوف أمره مباشرة إلى الفائدة من اعتماد هذا الدفتر للبوغير كما ذكرت تسميته إذن يتيح الدفتر المرجعي التوافق بين التكوين والوظيفة للمؤسسة اقتصادية الإمكانية لجعلها قادرة على تعزيز معرفتها بنشاطات الجامعة في المجال التكوين وذلك من أجل تعليم خطة التوظيف بالنسبة من خلال التقديم والتكوين خاصتنا إلى مساعدة المؤسسة الاقتصادية على تعديل خطة توظيفها بما يتوافق والتكوين الموجود الموجود أو المتاح على مستوى جامعة المسل وكذا تقديم اقتراحات من أجل تحسين عرض التكوين واقتراح مهندسيها ومديريها تنفيذ ومساعدة المساعدة في تأثير التعليم التطبيقي للجامعة أيضا بالنسبة للفائدة الدفتة بالنسبة للجامعة أولا بالنسبة المؤسسة ستكون الجامعة قادرة على إعداد تكمين جديد كليتا وذلك من خلال أخذ معين اعتبار الاحتجاجات الحقيقية للقطاع للقطاع التوظيف كما يفتح المجال للأساتب من وضعتها التطبيقي وذلك على غرارتها البساطة والمذكرات والأعمال التطبيقية أيضا في الأخير ما هي الفائدة من تعميم هذا الدفتة إذن مثلما ذكرت أن جامعة سمسية كانت لها لديها البادية في اعتماد هذا المشروع سوف أريكم في خيما بعد يعني جزء من هذا الدفتة لا يمكن أن نعرضه كاملا ذلك أننا لن نقوم بتوزيع بعض نظرا للضغط الحالي الذي تمره بالجامعة الجزائرية والعالم لأسره حتى يعني يأخذ المشروع صدى واللازم له تم تأجيل الإعلان عنه إلى غاية انتهاء إن شاء الله للحالي إذن الأفضل فقط الفائدة من تعميم هذا الدفتر إذن نسعى إلى تعميم هذا الدفتر وظننا لك أن تخصصات الموجودة في جامعة المسيلة قد تزيل أو قد تنقص عن تخصصات الموجودة في جامعات أخرى وثم تعميم هذا المشروع من شأنه في الآخر التأسيس للمدونة للجامعة الجزائرية كافة ولما لا إذا تم الاعتماد للمشروع في جامعة عربية أخرى مدونة للجامعة العربية لإيمانها في سبيل تعميم هذه التجربة أيضا استعمالات الدفترية استعمالات عديدة استعمال الدفتر من طرف الأستاذ يعني بإمكان الأستاذ استعمال هذا الدفتر من أجل ما يلو فأبنا الضبط وتستير الضوء الشرقاني هذه الكفاءات بما أن الدفتر يحتوي على الكفاءات التي تتطلبها كل وظيفة وذلك استدامة المدونة الفرنسية للكفاءات المهنية وكذا استنادا إلى توصية المؤسسات الاقتصادية أنشفاء المتوائقين المدينة أيضا تصميم موضوعات الأعمال التطبيقية باتساق مع الكفاءات المهنية التي تتطلبها أيضا وضائف والمهن أيضا تصميم مواضيع المذكيات والمشاريع على الدراسات تصميم واقتراح مواضيع الطروحات والبحث بالنسبة للإستعمال الدفتر من طرف الطالب قد يرجع الطالب إذا الدفتر الموجعي يتوافق بين التقيمة والوظيفة من أجل أولا الحصول على عرض الضقيق للتخصص بما ستكون لدى طالب موضوعية استراتيجية من خلال إطلاع على كافة عرض تكمل التي تقدمها الجامعة أيضا معرفة الوظائف التي بإمكاني شغلها في حالة ما إذا اختار التخصص أو تخصص آخر أيضا معرفة الكفاءات المهنية التي تتضيع كل وظيفة على حدة ومن ثم سيكون أيضا على دراية بالمؤسسات الموجودة ذلك أننا ضمننا هذا الدفتر أيضا مع عديد للمؤسسات أهم أكبر المؤسسات أما شطاء في هذا المجال على مستوى الوظائف أيضا استعمال الدفتر من قبل المزارة الوصية إذن الأهمية استعمال الدفتر من قبل المزارة الوصية هو أصولها على معلومات دقيقة حول عدة جوانب من أجل متابعة تطور الغروب التكوينية على مستوى الجامعات مما يتيق لها التدخل للتحسين وتنظيم التكوين وبصفى أشمل من أجل إحصاء وتجنب إذا لازم الأمر التكاري إذن أيضا أشياء في الأخير إلى أن هذا الدفتر تم تطوير تطبيق الويب هو متاح لم تكن موقع الجامعة محمد بوري في مسئلة وذلك لتسهيل استعمال استعمالهم قبل أطلبة ومستخلحة العواتف وما إلى ذلك إذن فقط أستاذ إلى أمكان إذن كناية كان بإمكاني مشاركة يعني جزء من هذا الدفتر لكي تمام أستاذ جزء من الدفتر أم لا؟ الآن إحنا اكتمل الوقت لدينا أستاذتنا هل لديك المزيد؟ نعم فقط أريد أن أريكم جزء من هذا الدفتر لك خاط الدفتر موجود كم يسترق وقت بعد إذنك؟ لا فقط دقيقة أو دقيقتين لا دقيقتين كثير ياريت الله يجب أن يكون خير إذا ممكن في دقيقة فهو خير عظيم إذا لا يمكن ياريت انخليه في الشات في شات الزون ممكن يستعرضوا الإخوة المهتمين نعم إذن فقط بدي التأكيد في النهاية على الشكر الجزيل لكافة القائمين على تنظيم هذا المخيم صورت كثيرا بمشاركتي معكم والباب مفتوح يعني لنيقاش من أعاد الإخوة أي استيزادة تمام تمام شكرا أستاذتنا دكتورة بارك الله فيكم وجزاكم الله خير يعني أتحفتينا وفعليا يعني شيء جدا طيب ونتشوق للمزيد حول هذا الدفتر وشخصيا راح أزور الموقع الإلكتروني بإذن الله رب العالمين دكتورة أمينا مزراق بارك الله فيكم وجزاكم الله خير شكرا شكرا